شكراً لزملاء وأهلاً بكم في النشرة الرياضية افتتح موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد يوم أمس السبت بإقامة بطولة الموروث التنشيطية للصقور بمشاركة عشرات الصقارين البحرينيين على ميدان الصقور بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة وأقيمت ستة أشواط ضمن البطولة التنشيطية والتي كانت مخصصة فقط لفئة الفروق وذلك وسط مشاركة واسعة من السقارين والمهتمين بهذه الرياضة الأصيلة اليوم نبدأ بوسم سمو الشيخ ناصر بن حمد الصيد الصغور البطولة التنشيطية تسجيل اليوم عندنا التسجيل والتشبيه وقدن الأشواط إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع والبطولات القادمة إن شاء الله بداية شهر يناير نستعدين إن شاء الله حق البطولة اللي هي 2023-2024 والبطولة ما شاء الله من تنظيم على أكفأ ما يمكن ونشكر اللي جان بكفة اللي جان على تنظيم البطولة بصراحة تنظيم كالعادة شيء مميز وإنتمنى إن شاء الله أن يكون الموسم مثل كل موسم في منافسة وخصوصاً باسم شيخ ناصر بن حمد اللي يطولنا في عمرة وإنتمنى تتوفيق لجميع المشاركين هالموسم ما شاء الله بالنسبة لنا إحنا كصقارين يعني هذا هو يكون عيد حق جميع الصقارين وإحنا ننتظر هذه الموسم بفارغ الصبر عشان نشوف استردادتنا وشنو سويننا وشنو ما سويننا هل الطيور تكون جاهزية فيها جاهزية ولا تحتاج أن نعدل عليها شوي على المسارات والعجلة وإحنا ما شاء الله كل سنة نستعد حق هالموسم من أول ما تنزل التواريخ كلها ونكون إن شاء الله على استعداد ونطمح دائماً كجميع الصقارين حق المراكز الأولى بإذن الله إن شاء الله سجلت منظمة بريف البحرينية لفنون القتال المختلطة للمحترفين رقماً عالمياً جديداً بوصولها للمحطة العالمية الثلاثين من خلال إقامة النسخة الخامسة والسبعين لهذا الحدث في مدينة تينريف الإسبانية والتي نظمتها المنظمة بالتعاون مع الشركة الإسبانية الرائدة في مجال الترويج فايتوان ويعتبر النزال الذي جمع بين المقاتلين أكوياند دوكي ودوفاند ديسماي هو الأبرز في هذه نسخة من البطولة حيث نجح المقاتل دوكي من تحقيق فوز مستحق وفي مسقط رأسه على حسب ديسماي بالضربة القاضية أعلنت اللجنة المنظمة العليا لدور الجامعات 2023-2024 عن الموعد الفعلي لانطلاق دور الجامعات في نسخته الخامسة وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس السبت بالجامعة العربية المفتوحة وستكون طلاقة الدور بمنافسات الكرة الطائرة في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري على أن تنطلق منافسات كرة القدم في الثامن والعشرين من الشهر ذاته فيما ستنطلق منافسات كرة السلة في الثاني من ديسمبر المقبل وخلال المؤتمر الصحفي تم تدشين الهوية الجديدة للدوري والذي وصل لنسخته الخامسة هذا العام في خلال 70-80 سنة اللي فاتت بدت الرياضة تنتقل إلى أن أساس الرياضة أصبح في المدارس وأصبح في الجامعات إذا نشوف النسخ في الأولمبياد آخر مثلاً ستة أو سبعة أولمبياد نشوف أن أكثر من 90% من المداليات المتحصلة في الأولمبياد هي من قبل طلبة جامعات وما كان هذا الشيء موجود قبل هذا الشيء قبل من رياضيين الأندية ولكن الآن طلبة الجامعات في العالم وهم اللي لهم النصيب الأكبر من المداليات الأولمبية فلذلك نحن بالنسبة لنا في البحرين شنو نحن بنشوف خلال العشر وعشرين سنة اللي بتي بنبدأ نشوف أن التفوق الرياضي موجود في الجامعات وفي المدارس راح ينافس الرياضة اللي موجودة في الأندية وأنا أتوقع يعني يمكن هذا الشيء صعب للكثير أنه يشوفه مثل ما أنا قاعد أشوفه ولكن أنا أتوقع خلال الخمسة عشرين سنة اللي راح تيقى الفرق الجامعية والمدرسية راح تكون أقوى من الفرق الفئات العمرية الموجودة في الأندية الرياضية سيطر لاعب البحرين على المراكز الأولى في مسابقة فردي السوبر ضمن منافسات بطولة البتروكيمويات الخامسة والثلاثين المفتوحة للتنس والتي ينظمها نادي البحرين للتنس برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيمويات وسيكون نهاء البطولة بحرينيا خالصا للمرة الثالثة حيث سيتنافس على لقب هذه النسخة اللاعبان يوسف قائد وحسن عبد الرضا اعتلى اللاعب السعودي بندر اليابة صدارة الترتيب بمسابقة الشباب ببطولة المرحوم عبد الله بن أحمد ناس الثالثة للبولنغ والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولنغ حتى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وفي مسابقات الكبار يواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود هيمنته على الصدارة ولم يتغير موقف مسابقة الرجال حيث بقي علي الماص في صدارة الترتيب وضمن منافسات مسابقة السيدات تصدرت اللاعب ليلة الجناحي قمة الترتيب وأسفرت الجوائز اليومية لأعلى المحاولات عن فوز العماني غالب البوسعيدي بمسابقة الرجال وفوز الكويتي خالد القعود بمسابقة الكبار وفوز اللاعب سارة بمسابقة السيدات وفوز السعودي بندر اليابة بمسابقة الشباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر